تلقى صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناع بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضوء واحد وأكد سمو وزير شؤون الديوان الملكي في برقيته أن هذا الإنجاز الوطني يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على كافة المستويات وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله ما أسهم في تمكين الكفاءات ودعم الكوادر الوطنية لتحقق مزيدا من النجاحات في كل المجالات كما أشاد سموه بإسهامات ودور سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير في مجال علوم الفضاء داعيا سموه المولى القدير أن يديم على صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد موفور الصحة والعافية وطول العمر لتحقيق المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه